أتلاتيكو مدريد يمنح برشلونة أملاً بخصوص موراتا إصابات جديدة بكورونا في برشلونة تشافي يوجه رسالة همة لدمبلي فينيسيوس ينتظر الضوء الأخضر ريال مدريد يحدد موعد توقيع بابي خطوة تشيلسي تقرب روديغير من ريال مدريد الأسطورة رونالدو يصاب بالكورونا حسم أتلاتيكو مدريد موقفه من انتقال مهاجمه ألفارو موراتا إلى برشلونة بداية من يناير الجاري بحسب تقرير صحفي إسباني وبحسب صحيفة سبورت الكاتلونية فقد وافق أتلاتيكو مدريد بالفعل على انتقال موراتا للبارسا بداية من المريكات الشتوي الجاري بل ورحب برحيله لهائياً للنادي الكاتلوني إذا أراد ذلك وطلب مدرب البارشا إتشافي إرنانديز التعاقد مع موراتا لتعويض اعتزال الأرجنتيني سيرخيو أجويرو بسبب مشاكل في القلب وأوضحت الصحيفة أن أتلاتيكو كان يمانع إتمام الصفقة في البداية لعدم رغبته في تعزيز خصم مباشر له في إسبانيا لكنه تراجع ورحب بإتمام الصفقة ووضع شرطاً واحداً وأشارت الصحيفة إلى أن أتلاتيكو مدريد اشترط أن تكون صفقة شراء موراتا تتضمن قيمة انتقال الفرنسي أطوان جريزمان إلى الروخ بلانكوس بشكل نهائي وعاد جريزمان إلى أتلاتيكو في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع إلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو ومع ذلك ما زال برشلون في حاجة لتخلص من بعض لعبيه من أجل قيد صفقاته الجديدة بمعنى أنه حتى لو أنهى صفقة موراتا فلن يتمكن من تسجيله قبل بيع بعض من لعبيه أعلن نادي برشلون الإسباني مساء اليوم عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في صفوف الفريق وبحسب البيان فإن الوافد الجديد فران توريس وزميله لاعب الوسط بيدري جونزاليس نتيجة فحصهما جاءت إيجابية وذكر أن كلا اللاعبان بحالة صحية جيدة وهم يعزلان أنفسهما في بيوتهم إلى حين التعافي من الإصابة وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في صفوف برشلون خلال هذه الفترة إلى 12 تعافى منهم اثنان طلب مدرب برشلون تشافي إرناندز من لاعب الفريق عثمان ديمبلي أن يبذل مزيدا من الجهد في ظل العقبات التي تواجه عملية تجديد عقده مع النادي ولا يزال تشافي يأمل في بقاء اللاعب في الوقت الذي تنتشر فيه شائعات حول اصطدام إدارة النادي الكاتلونية وممثل ديمبلي بعقبة كبيرة في المحادثات الخاصة بعقده ويرغب المدير الفني لبرشلون في أن يؤدي اللاعب دوره في المفاوضات إذا أراد حقا البقاء وبسؤال تشافي عن التوتر الحادث في مفاوضات الطرفين قال المدير الفني للفريق الكاتلوني لا أشعر بخيبة أمل إنها مفاوضات وأضاف الوكلاء يتسيمون بالصعوبة في برشلون موقفنا واضح والأمور تسير في تقدم الأمر لم ينتهي أنا متفائل وأتمنى أن يبذل عثمان الجهد لديه خيارات رائعة لكن الأمر دائما يبدو كلعبة شد الحبل وتابع تشافي أرغب في أن يبقى بالفريق لأنه لاعب قادر على إحداث الفارق ويمكن أن يصبح اللاعب الأفضل في مركزه إنها فرصة بالنسبة له ولا يجب عليه أن يفوتها وقال لا أعتقد أنه سيجد مكانا يكون سعيدا به مثل ما هو الحال في برشلون فهو أفضل نادي في العالم المشروع الرياضي أهم بكثير من الاقتصاد وقد أخبرته بذلك لذلك هذا هو السبب وراء تفاؤلي كشفت صحيفة موندو دي بورتيفو الإسبانية أن النجم البرازيلي فينيسيوس ينتظر الضوء الأخضر من رابطة الدور الإسباني للمشاركة مع ريا المدريد وغب فينيسيوس عن مواجهة خطاف بالليجة بسبب إصابته بفيروس كورونا ووفقا لما نشرته الصحيفة الإسبانية فإن فينيسيوس خضع لمسحة طبية بالأمس وجاءت سلبية ووفقا لما نشرته الصحيفة فإن فينيسيوس ينتظر الحصول على الضوء الأخضر من أجل المشاركة مع ريا المدريد في المباريات المقبلة عقب شفائه وأوضحت أنه من حيث المبدأ ليبدو أنه ستكون هناك أي مشاكل لفينيسيوس للحصول على الإذن من الليجة للعودة وبمجرد حصوله على الإذن سيعود إلى تدريبات الجماعية وسيكون حاضرا في استعدادات الفريق لمواجهة آل كويانو ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء القادم كشفت متابعات إعلامية إسبانية عن آخر المستجدات المتعلقة بصفقة انتقال الفرنسي كيلان مبابي ناجم باري سنجرمان إلى ريا المدريد في الصيف القادم وينتهي عقد مبابي مع سنجرمان مع نهاية الموسم مع وجود أقاويل كثيرة تفيد بأنه حسم قراره بالانتقال إلى الريال بدءا من الصيف المقبل وبحسب برنامج التشاريغينتو الإسباني الشهير فهناك ثقة مطلقة داخل الريال تجاه حسم صفقة مبابي وأضافنا الاتفاق الكلي تم بين النادي واللاعب والأمور تتوقف فقط على التوقيع الرسمي وختم الأمور الآن هادئة بشكل كبير وسوف يتم حسم الصفقة عقب مواجهتي الفريقين بدور أبطال أوروبا وأصفرت قرار الدور الستة عشر لدور الأبطال عن مواجهة شرسة بين ريا المدريد وسنجرمان حيث يجري الذهاب الشهر المقبل بينما يقام الإياب في مارس أذار أفد تقرير صحفي إسباني بأن تشلسي بدأ يتعامل بواقعية مع فكرة رحيل مدافعه الألماني أنتونيو روديجير وينتهي عقد روديجير مع تشلسي بنهاية الموسم ولم يتم التوصل الاتفاق حول التجديد حتى الآن وسط تقارير تفيد بقرب انتقاله للريال وعلنت تشلسي رسميا عن تجديد عقد مدفعه المخضرم تياغو سيلفا لموسم آخر علما بأن عقده كان من المقرر أن ينتهي الصيف القادم وبحسب صحيفة موندو دي بورتيفو فإن خطوة تجديد سيلفا معناها أن تشلسي فقد الأمل في تجديد روديجير الذي اقترب أكثر من الريال وأضافت الصحيفة أن ريا المدريد يضع روديجير بين أولوياته ويستهتف تكرار السيناريو صفقة النمساوي ديفيد ألابا ويرغى بريال مدريد في تعزيز دفاعاته بمدافع كبير من أجل تعويض رحيل الثنائي سيرخي راموس ورافائيل فاران أصيب الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو رئيس نادي بلد الوليد الإسباني بفيروس كورونا ويخضع للعزل المنزلي في ساوباولو حيث تظهر عليه أعراض طفيفة حسب ما أعلن بنفسه وقال إسبنار في مؤتمر صحفي بعد تقديم جون ماوريسيو كلاعب جديد نادي بلد الوليد قادما من أتلاتيك بلباو إن ظاهر رونالدو حين يكمل فترة العزل سيستأنف نشاطه وأضاف رونالدو يخضع لفحوصات مستمرة في البرازيل ولكن اختبار الأمس جاءت نتيجته إيجابية محال دون مشاركته في احتفالية لنادي كروزيرو الذي يجري مساعٍ لامتلاكه وتابعه لطالما كان حريصاً مع هذا المرض ولكن مؤشر العدوى في البرازيل مرتفع للغاية وجاءت النتيجة إيجابية ولكن بأعراض خفيفة مما يشير إلى تعافٍ سريع مبيناً أنه في ظل هذا الوضع سيتأخر بضعة أيام في القدوم لإسبانيا ترجمة نانسي قنقر